وحول هذا الموضوع ينضم معنا عضو مجلس محافظات بغدادة سيد حسون الربيعي أهلا بك سيد حسون أهلا وسهلا بكم ما قصة حملات الإزالة التي تطال المنازل المشيدة على الأراضي الزراعية تفضل شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولكل مشاهدي قناتكم الموقرة أهلا بكم طبعا بعد الـ 2003 ومع غياب القانون مع غياب المؤسسات المؤسسات بالكامل انهارت عدنا بالعراق من الشمال إلى الجنوب سوى الأقليم كانت بي قوة لا بأس بيها ونوع من التمركز وأكو حكومة موجودة لكن بالداخل كانت من سلطة الاحتلال كان جانت جي غارنار ثم بريمار ثم بعدين صار مجلس الحكومة عدنا وحكومة الدكتور علاوي وصار إلى انتخاب 2006 وصارت الحكومة شكلك بهذه الفترة ومو فقط عدنا بالعراق في كل دول العالم لما يكون هناك فراغ سياسي وفراغ دستوري وفراغ أمني المواطني اللي ما عنده ما عنده الإمكانية للشراء وقدرة عالية لشراء أرض وبناء يضطر أنه يدور الأراضي الرخيصة سواء كانت زراعية أو يتجاوز على الأراضي الزراعية أو يتجاوز على أراضي أخرى قد تكون حكومية أو غيرها هذا ما حصل عدنا بالعراق ويحصل في كل دول العالم يعني مو فقط عدنا بالعراق لكن في العراق اتفاقمت المسألة ليش اتفاقمت المسألة عدنا؟ اتفاقمت لتدخل بعض الكتل السياسية وتدخل واستثمر هذا التدخل من قبل أناس وأصبحت إصابات منظمة ومافيات كبيرة ما حد يقدر يصدها ولا أحد لا أبو الشرطة الاتحادية ولا قيادة حمليات بغداد والأمر ترك بالكامل الأمر وكأنما ما يعني أحد يعني الآن السبب لم يكن من الناس الذين شيدوا منازلهم لكن قبل فترة قليلة أكد مدير أعلام الأمانة حاكم عبد الزهرة للرشيد أن الأمانة لنتمس أي دار مشيّت في السابق وأنها ستمنع فقط الذي يبنى الآن لكن الواقع الآن مختلف شاهدنا في التقرير لألزميل أرشد الحاكم أنه الدور المشيد الآن أو السابقة تم هدمها كلام سليم يعني اللي راد يطرحها سيد مدير عام الإعلام أخونا سيد حكيم تحية إليه راد يطرح موضوع أنه الأمانة تعتبرها واقع حال لكن الصيحات بدأت تتعالى داخل أمانة بغداد واتتهمت أمانة بغداد من أعلى قمة بالهرام إلى أصغر موظف مسؤول بيها على أنه الآن أمانة بغداد مدى تحرك ساكن إزاء التجاوز يعني إحنا لما نقول بغداد ونقول العاصمة العاصمة واللي إلها مكانة في قلوب أهل بغداد وفي قلوب العراق ككل ومعروفة لدى العالم لما تدخلين وشوفين التجاوزات يعني بدت التجاوزات عندنا بدايات بسيطة ثم اطورت من الجمعات لكن الحكومة كانت تسمح لهذه التجاوزات نعم والآن يبدو هذا خطأ رئيسي لا يزال ضبابي بالنسبة للموضوع أقول هذا خطأ رئيسي فهناك أراضي زراعية تم بنائها بالكامل وأصبح فيها خدمات وبأسعار عالية جدا وهناك مناطق لا تزال الأمنة تهدم منازلها ما الفرق بين هذا وذا؟ خليني أوضح مسألة يعني اللي متعارف عليه كل أرض زراعية ما بها حصة مائية وما بها سلة غذائية تنتج غير منتجة هذه ما رح تعتبر زراعية لكن ما تعتبر سكنية يعني ينبغي أن تحول هذه الأرض الزراعية من زراعية إلى سكنية حتى بعد ذاك بإمكان المواطن أن يبني هذا رقم واحد رقم اثنين لما تم السماح للناس اللي ماعدها واللي أكون مواطنين مغلوب على أمرهم ما عندهم الإمكان والقدرة الشرائية العالية على الشراء اضطر للتجاوز ولكن هذا صار به تمادي سمح لجماعات من أصحاب رؤوس الأمال ومن المافيات بالتمدد بحيث أصبح عندنا في عموم بغداد الآن ما لا يقل عن 1300 مجمع سكني متجاوز وبالتالي هذا أخر تصميم الأساسي وخرب التصميم الأساسي لبغداد التصميم الأساسي اللي توقف العمل به منذ عام 1971-73 مجلس محافظة بغداد بدأ بدايات من 2008 صعودا إلى يومنا هذا بتهيئة المخطط الإنماء الشامل لم نشاهد من 2008 لهذه اللحظة أي مخطط إنماء الشامل لم نشاهد حتى مجمعات سكنية لا لا عفواً عفواً يعني ترتقي لمستوى بغداد عفواً أقصد بالمخطط الإنماء الشامل يعني الوضع وضع الأسس الصحيحة للتصميم الأساسي يعني تكون هنا مدارس هنانا هذا اللي أقصد به المخطط الإنماء الشامل هذا المخطط الآن جزء مننا راح تغير بسبب التجاوزات التجاوزات أثرت على هذه الخارطة يعني ينبغي الإزالة أو لا نحن الآن نعمل مثل ما عملنا على مشروع بسماية نختار لنا حويصلات موجودة أو مساحات كبيرة بأطراف بغداد ونعملها مدن جديدة حتى نتخلص من هذه التجاوزات لأنه معالم بغداد اتدمرت والتدمير اللي حصل بيها من تمدد المواطن على القانون ثم القانون نفسه بدأ يضعف لأنه كتل سياسية ضعفت القانون يعني لما يجي عضو مجلس نواب ويسمح ويمطي الحق للمواطن بالتجاوز ويقول له ما أخلي واحد يعتدع عليك روح ابني بكيفك أنت هذا تخريب للتصميم الأساسي طيب سيد حسون هناك مناطق مع المواطن مع المواطن وتهيئة محدة سكرية للمواطن لا يمكن أن تزرع الآن ولا توجد نية لزراعتها من قبل أصحابها والفائدة من بنائها أكبر من وجودها فقط صحراء قاحلة لماذا لا يتم تحويله وتنتهي المشكلة بدون هذه المشاكل هذا يبقى الخطأ والتقصير من أمانة بغداد المفترض بأمانة بغداد أن تهيئ وتغير الآن نحن عندنا مناطق في بغداد وهي الآن شبه مكتمل بها الإفرازات مالتها ينبغي على أمانة بغداد إكمال الإفراز حتى تكون هذه الأراضي جاهزة للسكن أو يبنى فيها البنى التحتية من ماء ومجاري وكهرباء وغيرها من هذا أضرب لك مثال قرب التكية الكازنزانية 2 على 10 و3 على 10 الموجودة قبل منطقة أبو تشير هذه من 2006 أمانة بغداد ماضية بالإفراز وإلى يومنا غير مكتمل متى ما أكتمل الإفراز أنا أعتقد هذا ستخفف منه طيب أنتم في مجلس المحافظة كيف ستتعاملون مع المنازل المشيدة في المناطق التابعة لكم إداريا في أطراف بغداد مثل ما ذكرت تقريبا الكازنزانية قريبة على أطراف بغداد للأسف مجلس محافظة بغداد ليس كبقية مجالس المحافظات الأخرى هذا التداخل بالصلاحيات التداخل بالتشريع مشكلة كبيرة استدمنا بواقع مرير قدموا مقترحات سيد حسون جايج بالألفين وعشرة شرع مجلس محافظة بغداد قانون 48 والذي يعطي لمحافظة بغداد اليد بوضع يد محافظة بغداد على جميع الفضاءات الفارغة حتى يتم استثمارها كوحدات سكنية أو دور سكنية أو قطع سكنية توزع على المواطنين المحتاجين لكن للأسف استدمنا بالوزارات تخصصنا أرف قرب عقرقوف خمس تلاف دونم على أمل أنه تبنى وحدات سكنية لكنه بعدين اعترضت قسم من الوزارات قالوا هاي الأراضي التابعة إنه وهذا الحال موجود وكأنما هناك مخطط لعدم إنشاء وحدات سكنية أو دور سكنية للمواطنين وتخليص المواطنين من أزمة السكن أنا اعتبرها مؤامرة والله مؤامرة على مجلس المحافظة ومؤامرة على أمانة بغداد للحد من قوتها ومن صلاحياتها يعني ما أعرف الآن في قناتكم الموقرة نعم أنا مع المواطن لكنهم مع المواطن المتجاوز لا أخوهم مع المواطن المتجاوز كيف نبني بغداد إحنا إذا سمحنا لهذا وذاك أن يتجاوز الآن أكو مناطق اسمها زراعية متى ما هذه المناطق الزراعية يتم تغيير جنسها من زراعي إلى سكني بذاك الوقت من حق المواطن ومن حق أمانة بغداد أن تعطي الإجازة للدناء وضحت تأصورة سيد حسون الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد كنت معنا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة